ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا من كوفانتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أهلا ومرحبا بك سيد رامي دائما على شاشة اليوم إذن غارات أمريكية على مواقع لفصائل تابعة لإيران شرق سوريا والحصيلة كانت عشرة أشخاص تفاصيل من فضلك وهل من تحديثات لعدد القتلى؟ نعم والخبر حقيقة الأمر المساء الخير بالنسبة للغارات تبين أنها ليست أمريكية حقيقة الأمر لأن الولايات المتحدة الأمريكية نفتها الغارات يرجح بأنها إسرائيلية وهي بشكل شبه قطعي إسرائيلية عدد القتلى تسعة عشر قتيلا بينهم فقط أربعة من الجنسية السورية وأربعة من الجنسية لبنانية وستة عراقيين والباقيهم من جنسيات غير سورية موالية لإيران وهذه تعتبر حصيلة دموية كبيرة للميليشيات الموالية لإيران باستهدافات إسرائيلية إذا ما تحدثنا فقط خلال 24 ساعة نتحدث عن 25 قتيل حيث أنه أيضا في محيط مطار حلب الدولي قتل أربع مقاتلين مواليين لإيران في قصف بسطة صواريخ إسرائيلية من فوق البحر المتوسط باتجاه محيط مطار حلب الدولي وقبلها كان مقتل إثنان من الميليشيات العاملة مع حزب الله لبناني أو المقاتلين العاملين مع حزب الله لبناني على الحدود مع جولان المحتل أي أن هناك حصيلة دموية كبيرة منذ الحرب على غذة تعتبر الحصيلة الأكبر في يوم واحد نعم أيضا أستاذ رامي قصف جوي إسرائيلي على محيط مدينة حلب الشمالي سوريا كان ذلك قبل ساعتين من الآن بحسب وكالة السانة التابعة للحكومة السورية هل لديكم أي معلومات أيضا عن هذا الاستهداف أربع قتل استادفت مستودعات ومقرات تابعة لحزب الله لبناني والمجموعات الموائلة لإيران قتل فيها أربعة مقاتلين من جنسية غير سورية وأصيب آخرون بالجراح أي أن هناك تعمد لتدمير المقرات من قبل إسرائيل عندما نتحدث نحن من القنيترة على الحدود مع الجولان المحتل في أقصى جنوب غرب سوريا نتحدث عن البوكمال في شرق سوريا ونتحدث عن الحلب في شمال سوريا أي أن إسرائيل استهدفت مناطق جغرافية واسعة من الأراضي السورية خلال 24 ساعة نعم سيد رامي هذه الاستهدافات الإسرائيلية وذكرت حضرتك قبلك الآن في هذه النشرة أن الاستهدافات التي كانت من المتوقع أنها كانت أمريكية هي حضرتك قلت أنها إسرائيلية على شرق سوريا وأيضا استهدافات متكررة على نواحي دمشق وخروج مطار دمشق عن الخدمة وأيضا على محيط مدينة حلب هذه الاستهدافات الإسرائيلية هل تعتقد أنها ضمن أو ما زالت ضمن السياق الطبيعي أم أن هناك تغييرا ما وأيضا سؤال آخر لو سمحت لي الرد الإيراني يعني إيران صرحت أنها لن تصمت على اغتيال الموسوي في سوريا هذه الضربات الإسرائيلية هل من الممكن أن تجر إيران إلى حرب ما تفضل هي إسرائيل حقيقة الأمر هي التي تريد أن تجر إيران إلى أن تفتح جبهة الجولان للخلاص من جبهة غزة إسرائيل لمصلحتها أن توسع الاشتباكات باتجاه سوريا باتجاه لبنان بعكس ما يعتقد البعض بأن الأمر يتعلق فقط بالغارات يعني غارات إسرائيلية من أجل فقط الرد على إيران على ما يبدو هناك إسرائيل تريد التصعيد والتصعيد الكبير في المنطقة نعم أشكرك جزيلا شكر لكل هذه المعلومات والإضاحات من كوفان تري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان